مع موجة البرد الشديدة التي تمر على أمريكا الشمالية وجد البعض شيئا من المراح فيها فقد بلل البعض قمسانا وتركوها في الخارج فتجمدت وتسلبت وأخرون كسروا بيضا على الرصيف ليروه يتجمد وحذرت السلطات الأمريكية السكان من الخروج في درجة الحرارة المنخفضة والتي وصلت في بعض المناطق إلى 30 درجة تحت الصفرة اشتركوا في القناة